كده النادي اهلي مديد نصر زي ما هو اهل الزميل محمد توفيق النادي الاهلي مستعد وكل الاعضاء قاعدين امام الشاشات الموجودة داخل النادي الاهلي في اهلي مديد نصر واتلاقي نفس الكلام في زايد واغلي جزيرة كل اعضاء مستنين مباراة ومباراة مهمة جدا خلينا كمان نشوف النهاردة اكيد الصحافة كان لها دور ولها كلمة داخل هذا المباراة ونشوف يعني مختطفات من اخبار الصحافة الاهرام الليلة الاهلي والزمالك في نهاية السوبر الافريقي لليد الفائز يتأهل لمونديال الاندية الشهر المقبل واريمو والخطيب ولبيب ابرز الحضور الابيض الابيض يعنيه على اللقب السابع والاحمر يسعى لحظد السنائية بعد التتويج بكياس افريقيا ده يقصد النادي الاهلي عشان بس فيه كابتر احمد الله احمد لكن هو يقصد النادي الاهلي بيسعى الى التتويج بعد كاس الكؤوس الافريقية كمان ياخد مباراة السوبر الافريقي باذن الله نتمنى اهلوية الاخبار تأشيرة المونديال تشعل الصراع الاهلي والزمالك سوبر اليد ساخن الليلة الاحمر يلجأ للسلاح الكوبي والابيض يستعين بالخلطة الاسبانية الجمهورية البطل يتأهل لمونديال الاندية الاهلي والزمالك من السوبر من السوبر ان شاء الله باذن الله الاهلي الشروق ليلة الوصول للمونديال مواجهة خارج التوقعات زي ما قلنا بين الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي لكرة اليد الزمالك يبحث عن اللقب الثالث تواليا والاهلي يتطلع الانتصار جديد بعد التتويج بكأس الكؤوس بكده خلصنا الجرائد لكن برضو المواقع ليها دور معانا النهاردة كل الناس متتبع المباراة كل الناس متتكلم عن عبرات الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي بالذات ان هي كمان على ارض مصر وصالت الدكتور حسن مصطفى موقع كورة معركة نارية بين الاهلي والزمالك على السوبر الافريقي لليد لازم انتم عارفين كل المواقع لازم تشد الناس في اصارة شوية في الاخبار على المواقع يلا كورة تسجرة المونديال صراع الاهلي والزمالك في سوبر اليد الوطن اليوم قمة نارية بين الاهلي والزمالك على لقب كأس السوبر الافريقي لكورة اليد بالنسبة لليوم السابع اخر موقع معانا الاهلي امام الزمالك وجها لوجه في السوبر الافريقي لكورة اليد اليوم بكده خلصنا الاخبار كل الاخبار بتتكلم على مباراة الاهلي والزمالك ال24 ساعة اللي فات وكل الانظار تتجه الى مباراة الاهلي والزمالك والسوبر الافريقي لكورة اليد وان شاء الله كلنا امل وباذن الله باذن الله تكون اهلوية